تحت إشراف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة السيد عمار بالحمر تنطلق فعاليات أولى ورشات إصلاح قطاع الاتصال وموضوعها الصحافة الإلكترونية واقع وآفاق ينشطها كل الفعالين في مجال الإعلام الرقمية اللقاء مفتوح للصحفيين العاملين في مجال الصحافة الرقمية ولأهل الاختصاص من باحثين وأساتذة ومهنيين نشطين في الصحافة الإلكترونية ويهدف اللقاء إلى إشراك الجميع في تشخيص الواقع الحالي وتحديد الآفاق الكفيلة بتنظيم فعال وأهداف تساير التحولات الكبيرة والمتسارعة للإعلام الرقمي في بلادنا ضمن أرضية تقوم على إصغاء جيد لجميع الفعالين يثري المشروع التمهيدية الذي ستقدمه وزارة الاتصال خلال هذا اللقاء مما سيفضي إلى إعداد وثيقة مرجعية قانونية أولى للصحافة الإلكترونية في الجزائر هذه الورشة التفاعلية الأولى تحتضنها المدرسة العليا لعلوم الإعلام والاتصال بجامعة جزائر ثلاثة يوم الخميس القادم العشرين في بلجاري ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا بمدرج نيلسون منديلا لمزيد من التفاصيل حول الحدث يرجى تصفح موقع وزارة الاتصال لتحميل استمارة المشاركة على الرابط ترجمة نانسي قنقر